العرض البياني للبيانات أو التنثيل البياني للبيانات في المرحلة السابقة تكلمنا عن طرق عرض البيانات جدوليا أي تنظيمها وتلخصها ووضعها في جداول تسهل من فهمها واستيعابها وقد لاحظنا أن العرض الجدولي للبيانات يعطي صورة واضحة عن البيانات الأولية وتوزيعاتها التكرارية ومع ذلك فإن العرض البياني للبيانات أي التمثيل البياني للبيانات يعطي فكرة أسرع وأوضح عن أشكال التوزيعات التكرارية للبيانات وبالتالي نتناول عرض البيانات بيانيا حسب أنواع البيانات كما يلي تنقسم البيانات إلى نوعين بيانات غير مبوابة وهي عبارة عن البيانات التي ليست موضوعة في جدول تكراري مكون من فئات وتكرارات بيانات مبوابة وهي عبارة عن البيانات الموضوعة في جدول تكراري مكون من فئات وتكرارات أولا التمثيل البياني للبيانات غير المبوابة يتم التمثيل البياني للبيانات غير الموابة بالطرق الآتية رقم واحد الخط البياني لتمثيل البيانات بالخط البياني يتم رسم محورين المحور الأفقي يمثل الصفة المميزة للظاهرة المحل الدراسة والمحور الرأسي يمثل قيم الظاهرة ثم تم رصد النقاط على الرسم التي تمثل القيم على المحور الأفقي التي تقابل القيم المناسبة للظاهرة على المحور الرأسي اتنين التمثيل البياني بالاعمدة يتم التمثيل البياني للبيانات بالاعمدة اذا كانت البيانات تمثل ظاهرة واحدة يتم تمثلها بالاعمدة البسيطة حيث يتم رسم عمود واحد فوق كل قيمة من قيم الظاهرة على المحور الافقي بحيث يتناسب ارتفاعه مع قيمة الظاهرة واذا كانت البيانات لظاهرة او اكثر يتم تمثلها بالاعمدة المزدوجة حيث هذه الطريقة يتم رسم اعمدة متلاصقة على المحور الافقي عددها يكون مساوي لعدد الظاهر التي لدينا كما يمكن تمثيل البيانات بالاعمدة المجزاة اذا كانت قيمة الظاهرة تنقسم الى جذئين او اكثر وبالتالي يكون من المناسب تمثلها بطريقة الاعمدة المجزاة حيث يتم تقسيم العمود داخليا الى جزئين او اكثر يكون عددها مساوي لعدد الظاهر التي لدينا رقم 3 التمثيل البياني للبيانات بالرسم الدائري يفضل استخدام الرسم الدائري لتمثيل البيانات اذا كان الهدف من التمثيل البيان البيانات هو مقارنة الاجزاء المختلفة لظاهرة ما بالنسبة الى مجموع الظاهرة بشرط ان يكون عدد الاجزاء قليل نسبيا واذا كانت البيانات لظاهرة واحدة نستخدم طريقة الرسم الدائري لتمثيل البيانات برسم دائرة واحدة وذلك لتقسيم الكل الى اجزائه حيث تقسم الدائرة الى قطاعات دائرة بحيث يتناسب كل قطاع مع الاهمية النسبية لكل جزء من اجزاء الدائرة وتكون قطوات الرسم الدائري هي كالآتي رقم 1 رسم دائرة ذات نصف قطر مناسب رقم 2 قياس زاوية القطاع حيث تقاس زاوية القطاع بالمعدلة الآتية زاوية القطاع تساوي قيمة القطاع على مجموع القطاعات في 360 درجة رقم 3 تقسيم الدائرة الى قطاعات حسب زاوية كل قطاع اما اذا كانت البيانات لظاهرتين فانه يمكن تمثيل البيانات للظاهرتين بدائرتين لاحظ يعتبر الرسم الدائري افضل الاشكال البيانية التي تستخدم لتمثيل البيانات الاسمي رقم 4 التمثيل البياني للبيانات بالصور والرموز يمكن استخدام صور ورموز معينة لتمثيل البيانات وهذه الصور والرموز يكون لها دلالة خاصة بموضوع الرسم وهذه الطريقة تتميز بامكانية فيهمها واستيعابها من قبل الاشخاص العاديين على سبيل المثال للتعبير عن اعداد السيارات التي تنتجها شركة معينة يتم رسم سيارات من احجام مختلفة وهكذا والامثلة التالية توضح ذلك الجدل التالي يمثل توزيع 100 طالب من خريجي كلية العلوم الإدارية في احد السنوات موزعين حسب التخصص والمطلوب رقم 1 تمثيل هذه البيانات بيانيا باستخدام العمدة البسيطة رقم 2 تمثيل هذه البيانات باستخدام الخط البياني رقم 3 تمثيل هذه البيانات باستخدام الرسم الدائري اولا لتمثيل البيانات بالاعمدة يتم رسم محور افقي يمثل التخصص ثم رسم محور رأسي يمثل عدد الطلاب ثم نقوم برسم عمود لكل تخصص على المحور الأفقي طوله يتناسب مع عدد الطلاب في كل تخصص كما يلي فنجد عدد الطلاب في تخصص إدارة العمال 50 طالب عدد الطلاب في تخصص المحزبة 35 طالب عدد الطلاب في تخصص التمويل 10 طلاب عدد الطلاب في تخصص التسويق 5 طلاب ثانيا تمثيل البيانات بالخط البياني لتمثيل البيانات بالخط البياني يتم رسم محور أفقي يمثل التخصص ومحور رأسي يمثل عدد الطلاب ثم نقوم برصد النقاط التي تقابل التخصص على المحور الأفقي وعدد الطلاب على المحور الرأسي ثم توصيل هذه النقاط لنحصل على الخط البياني رقم 3 تمثيل البيانات بالرسم الدائري لتمثيل البيانات بالرسم الدائري نقوم برسم دائرة ذات نصف قطر مناسب ثم نقوم بتقسيم هذه الدائرة إلى أجزاء مختلفة لتمثل عدد الطلاب في كل تخصص كما يلي فنجد 50% من الدائرة تمثل عدد الطلاب في تخصص إدارة الأعمال 35% من الدائرة تمثل عدد الطلاب في تخصص المحاسبة و10% في تخصص التمويل و5% في تخصص التسويق فيما يلي بيانات بصادرات وواردات إحدى الدول خلال 6 عوام متتالية من عام 1427 إلى عام 1432 والمطلوب رقم 1 التمثيل البياني للصادرات بالأعمدة البسيطة رقم 2 التمثيل البياني للواردات بالخط البياني رقم 3 التمثيل البياني للصادرات والواردات بالأعمدة المزدوية رقم 4 التمثيل البياني للصادرات والواردات بالأعمدة المجزة أولا تمثيل الصادرات بالأعمدة البسيطة لتمثيل الصادرات بالأعمدة البسيطة نقوم برسم محور أفقي يمثل السنة ومحور رأسي يمثل قيم الصادرات ثم نقوم برسم عمود لكل سنة على المحور الأفقي طوله يتناسب مع قيم الصادرات في كل سنة وذلك كما يلي رقم 2 التمثيل البياني للإرادات بالخط البياني نقوم برسم محور أفقي يمثل السنوات ومحور رأسي يمثل الإرادات نقوم برصد النقاط التي تقابل السنوات على المحور الأفقي وقيم الإرادات على المحور الرأسي ثم نصل هذه النقاط لنحصل على الخط البياني للإرادات وذلك كما يلي رقم 3 التمثيل البياني للصادرات والواردات بالأعمدة المزدوجة نقوم برسم محور أفقي يمثل السنوات ومحور رأسي يمثل قيم الصادرات والواردات ثم نقوم برسم عمودين متلاصقين لكل سنة أحدهما يمثل الصادرات والآخر يمثل الواردات وذلك كما يلي رابعاً التمثيل البياني للصادرات والواردات بالأعمدة المجزة نقوم برسم محور أفقي يمثل السنة ومحور رأسي يمثل قيم الصادرات والواردات ثم نقوم برسم عمود لكل سنة ثم تقسيم العمود لصادرات وواردات في كل سنة كما يلي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر